نظمت وزارة البريد والتكنولوجيا الحديثة للاتصال ورشة عمل لتبادل المعلومات والأفكار حول دور شركات الاتصال للهواتف النقالة في التنمية الاقتصادية هارون أبادا تحت شعار دور شركات الاتصالات للهاتف النقال في التنمية الاقتصادية جاء هذا الاجتماع بدعوة من وزارة البسطة والتكنولوجيا الحديثة للاتصالات حيث جمع اللقاء ممثلي شركات الاتصالات والخبراء في هذا المجال إلى جانب الناشطين الحقوقين والدفاع عن حقوق المستحلكين حيث تحدث وزير البسطة والتكنولوجيا الحديثة للاتصالات محمد الله طاهر قائلا إن لقطاع الاتصالات للهاتف النقال دورا هاما في نعاش الاقتصاد الوطني لذا فإن هذا اللقاء يسمح للمشاركين بتقاسب الخبرات وتحديد المهام من أجل انطلاقة جديدة متناسقة ومتمسكة لمواجهة تحديات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في البلاد وخاصة في يطار السعي من أجل الانتقال إلى الرقمية الذي يشغل حيزا كبيرا من اهتمامات رئيس الجمهورية رأس الدولة دريس دي بيت نو كما أن الوزير محمد الله طاهر شدد على ضرورة التوصل إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال التنفيذ الفعلي والمتكامل لمشروع الألياف الضوئية لربط المدن والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمراكز الصخية بشبكة الانترنت بهدف تحقيق مقاصد الإدارة الإلكترونية